رواية أخرى أقرأها عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 683 إنه الحديث السابع والعشرون بسنده عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول قدام القائم موتتان وفي بعض النسخ موتان قدام القائم قدام القائم زمانا قدام القائم موتتان موت أحمر وموت أبيض حتى يذهب من كل سبعة خمسة من كل سبعة من الناس حتى يذهب من كل سبعة خمسة الموت الأحمر السيف والموت الأبيض الطاعون علامة ستكون قبل ظهور القائم صلوات الله عليه ستكون قريبة من زمان ظهوره لو كانت بعيدة لما جاء التعبير في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه بين يدي القائم ولما جاء كذلك التعبير فيما قاله إمامنا الصادق صلوات الله عليه قدام القائم موتتان لو كانت هذه العلامة تكون في زمان يكون بعيدا عن زمن الظهور لجاء التعبير مثلا في آخر الزمان يكون هناك موت أحمر وموت أبيض لكن لحن الأحاديث واضح وواضح جدا من أن العلامة تكون قريبة من زمن الظهور يكون حسابها بالسنين ماذا قالت هذه الرواية حتى يذهب من كل سبعة خمسة قد يفهم الكلام من أن الحديث عن العالم كله بحسب القاعدة التي شرحتها لكم إذا أردنا أن نطبقها على هذه الرواية فإن الحديث عن منطقة الظهور وإذا أردنا أن نخصص الكلام فإن الكلام سيكون في إيران والعراق وسوريا حتى يذهب من كل سبعة خمسة سأقرأ رواية ثالثة صفحة ستمية وأربعة وثمانين إنه الحديث التاسع والعشرون وفيه خطأ مطبعي سأصححه حين القراءة بسنده عن أبي بصير ومحمد بن مسلم قال سمعنا أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثاء الناس المطبوع حتى يذهب ثلث الناس بقرينة آخر الرواية فإن الرواية تتحدث عن الثلثين وكذلك المصادر القديمة التي نقلت عن كمال الدين وتمام النعمة أثبتت الثلثين في بحار الأنوار مثلا في الجزء الثاني والخمسين الرواية موجودة حتى يذهب ثلثاء الناس نقلها عن كمال الدين وكذلك في العوالم وغيرهما وفي نسخ أيضا أخرى من نسخ كمال الدين وتمام النعمة ورد التعبير حتى يذهب ثلثاء الناس وهذا المعنى من المعاني الواضحة في أحاديث الغيبة والظهور فهنا خطأ مطبعي لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثاء الناس فقيل له قيل للصادق صلوات الله عليه إذا ذهب ثلثاء الناس فما يبقى فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه أما ترضون أن تكون الثلثاء الباقي الحديث عن منطقة الظهور والحديث عن هذه البلدان عن إيران والعراق وسوريا عدد سكان العالم يقترب في أيامنا هذه من ثمانية مليارات من البشر بحسب تقارير تقارير الأمم المتحدة ما صدر من الأمم المتحدة في آخر تقاريرها من أنه في خمستعش في خمستعش نوفمبر الفين واثنين وعشرين نوفمبر تشرين الثاني خمستعش تشرين الثاني الفين واثنين وعشرين سيصل عدد سكان العالم إلى ثمانية مليار كم عدد الشيعة بقضهم وقضيضهم في العالم إذا أعطينا رقما كبيرا فإنهم يتجاوزون ثلاثمائة مليون بقليل عدد الشيعة في العالم يصل إلى ثلاثمائة مليون وربما يكون العدد أكثر من ذلك بقليل فهل هؤلاء يمثلون ثلث العالم نحن نتحدث الآن عن ثمانية مليارات ومن قال من أن الإمام الحجة سيظهر في هذه السنة أو في التي بعدها فعدد سكان العالم في إزديات فهل عدد الشيعة يشكل ثلثة العالم نحن لا نشكل ثلثة المسلمين الذين يقال لهم مسلمون الشيعة بقضها وقضيضها لا تشكل ثلثة المسلمين فضلاً عن أن تشكل ثلثة العالم ثم إن الأئمة لا يتحدثون عن كل الذين يقال لهم شيعة في عالم السياسة أو في عالم الإعلام أو ما يتردد على الألسنة بشكل عام الأئمة يتحدثون هنا عن الذين هم في منهجهم عن الذين ينصرون إمام زمانهم عن الذين ينتظرون صاحب الأمر انتظاراً صادقاً الإمام حينما يقول أما ترضون أن تكون الثلث الباقي يعني يا أيها الشيعة المنتظرون بصدق إذا كنتم تتبعون البرنامج الباقرية الصحيحة أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر وفقاً للمنهج اليماني فإنكم ستكونون من الناجين فهذا الحديث ليس عن العالم كله هذا الحديث عن منطقة الظهور وليس عن كل منطقة الظهور هذا الحديث مركز بخصوص إيران والعراق وسوريا وهذه البلدان هي الأكثر فتنان والأكثر اضطراباً في الزمان القريب من ظهور الحجة بن الحسان هذه القاعدة قاعدة مهمة جداً في فهم أحاديث الظهور والغيبة متن الأحاديث عن منطقة الظهور مراد من متن الأحاديث من اهتمام الأحاديث فإن الأحاديث تجعل منطقة الظهور في متن اهتمامها بينما بقية العالم في حاشية اهتمامها وحينما تركز الكلام على منطقة الظهور فإن الأحاديث تجعل الأولوية لهذه البلدان لإيران والعراق وسوريا وأعتقد أن الذين سيحفظون هذه القاعدة ويعودون إلى أحاديث الغيبة والظهور يدققون النظر فيها سيجدون انطباق هذا الكلام بشكل واضح وبين وصريح نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر